اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم بتاعنا باسطورة بيحكيها بطل الفيلم ميجل وهو قدام العيلة بتاعته اللي بتحب الفن جدا ولكن الاب فجأة بيقرر ان هو يسيب العيلة اللي بتتكون من مراته وبنته وبيمشي ولكن الام قررت انها ما تستسلمش وتعلمت صناعة الاحزية وقدرت انها تعلمها كمان لبنتها بنعرف بعد كده ان الست دي تبقى جدة جدة بطلنا ميجل اللي بيكمل القصة وبيقول لنا ان الست دي ماتت ولكن بنتها لسه عايشة وان اسمها ماما كوكو بنعرف كمان ان ماما كوكو عندها فقد في الزاكرة وبنشوف ميجل وهو بيقضي معاها معظم الوقت وبيشاركها معاه في كل حاجة في يومه بيكمل ميجل كلامه وبيقول ان عيلته هي العيلة الوحيدة في قرية اللي بتكره الموسيقى ولكنه على عكسهم كان بيحبها جدا بسبب الموسيقار المفضل ليه واللي اسمه أرنيستا كروز بيبدأ ميجل يحكينا قصة الفنان المفضل ليه وان بدايته كانت من نفس المدينة اللي هو عايش فيها وشهرته بقت في كل مكان في المكسيك ولكنه في حفلة من حفلاته وقع عليه جرس كبير ومات بيكمل ميجل كلامه وبيقول انه نفسه في يوم من الايام يكون زي أرنيستا لانه بيحس انه قريب منه وموهوب زيه وفي الشارع بيشوف ميجل بوستر لاعلان عن مسابقة في الموسيقى وبيظهر واحد من اصحاب ميجل وبيقوله انه لو فعلا بيحب الموسيقى وعاوز يكون مشهور زي أرنيستا كده فلازم يشترك في المسابقة وبيديله الجتار بتاعه علشان يتدرب عليه لحد ما يشترك في المسابقة ولكن فجأة بتيجي جدة ميجل وبتهاجم صاحبه وبتحذره انه يبعد عن ميجل وبتأمر ميجل انه هو يروح للبيت أما في البيت فبتحكي جدته اللي بقي العيلة انها شافت ميجل ماسك جتار في ميدان الفنانين ولكن ميجل بيقولهم انه كان هناك بيلمع الاحزية بتاعة الفنانين اللي موجودين في الميدان ولكن عيلته بيطلبوا منه انه هو يبعد عن الساحة دي تماما وميروحش هناك مرة تانية بتقول جدته ان النهاردة يبقى يوم الموتى وانهما لازم يقدموا قرابين لأرواح الناس اللي ماتوا من عيلتهم وهناك بتحذره تاني انه هو يروح لميدان الفنانين علشان ما يحصلوش زي ما حصل لوالد كوكو من زمان بيدخل بعدها الكلب ميجل عليه وبيلاقيه ماسك الجتار وبيطلب منه ميجل انه هو ما يعملش اي صوت وبيفتح بعدها التلفزيون وبيسمى ارنيستا وهو بيحكي ان طريقه للنجاح كان مليام بالصعوبات وهنا بيقرر ميجل انه هو يكافح لحد ما يوصل لحلمه بيقرر ميجل انه هو يخرج من البيت علشان يروح للمسابقة ولكنه فجأة بيلاقي اهله قدامه وبيقولوله انه هم قرروا انه هم يشغلوا معاهم في مصنع تصنيع الاحزية بتاحهم لما بيعترض ميجل لانه ما بيعرفش في شغلانة الاحزية دي بيقولوله ان عيلته كلها بتشتغل نفس الشغل ده من زمان وانه هم هيساعدوه علشان يتعلم بسرعة بيتفاجي بعدها ميجل لما بيعرف بالصدفة ان ارنيستا يبقى جده وده لما الكلب بتاعه وقع برواز للمتوفيين من عيلته على الارض وهنا بيجري ميجل على عائلته وبيقول لهم انا خلاص عرفت الحقيقة وانه بيحلم انه يكون فنان زي جده ولكن كل عائلته بيتضايق منه وبيقولوله انه هم ما يعرفوش حاجة عن ارنيستا ده وان الموسيقى ممنوعة في البيت باي طريقة بيحاول ميجل انه هو يقنحهم بحبه للموسيقى وانه هو مش بيحب صناعة الاحزية دي ولكن جدته بتتعصب من كلامه بتكسر الجتار بتاعه كمان وطبعا بيحزن جدا ميجل من تصرف جدته ده وبيسيب البيت وبيمشي بيروح ميجل لميدان الفنانين علشان يقدر يدور على جتار يقدر انه هو يشترك به في المسابقة ولكنه مش بيلاقي اي حد يديله جتار بتاعه بيروح ميجل لتمثال ارنيستا وهناك بيلاقي مكتوب على التمثال اختنم الفرصة وانه بيجي فكرة ميجل وهي انه يسرع جتار ارنيستا من المتحف بتاعه ويشترك به في المسابقة بيروح فعلا للمتحف وهناك بيكسر ازاز الشباك وبيدخل وبيعتذر لصورة ارنيستا اللي متعلق على الجدار لانه بالشكل ده هيسرع الجتار بتاعه خلاص ولكن فجأة بيسمع ميجل صوت حراس المتحف فبيحاول انه هو يهرب منهم قبل ما يوصلوله ولكن فجأة بيقع ميجل في حفرة عميقة جدا وهنا بيلاقي ميجل نفسه في عالم مختلف وشكله غريب وبيكتشف ميجل انه عالم من الاموات بيقابل ميجل الميتين من عيلته وبياخدوه علشان يفرجوه على الجسر اللي بيعدي من عليه الاموات وبيكون كل واحد من الميتين دول لازم يثبت ان حد من عيلته فكره ومعلق صورة ليه عنده في البيت وده علشان يقدر يعدي من على الجسر ويعيش مع الناس اللي بيحبها بيروح ميجل لجدته ايميل ده وبيقول انه هو اخد صورة بتاعتها اللي كانت متعلقة بسبب ان كلب كان وقحة على الارض وساعتها بيطلب منه جده انه هو يجيب مباركة من كل العيلة علشان جدته ايميل ده تقدر انها تعدي من على الجسر وكمان علشان ميجل يقدر يرجع لحياته الطبيعية بتدي الجده ايميل ده مباركتها لميجل علشان يقدر يرجع مرة تانية للحياة الطبيعية ويعلق الصورة الخاصة بها وفعلا بيرجع ميجل ولكنه بيتفاجأ ان الجتار بتاعه متعلق عنده في القوضة بمجرد ما بيلمسه بيرجع مرة تانية لعالم الاموات وهناك بتقوله جدته ايميل ده انها رفضة انه يلعب موسيقى وده شرطها الوحيد علشان يرجع لحياته بشكل طبيعي بيقرر ميجل بعدها انه هو يدور على جده ارنستا علشان ياخد مباركته ويقدر انه هو يرجع لحياته الطبيعية وكمان يقدر انه هو يلعب موسيقى بيبدأ فعلا رحلته في البحث عن جده وبيقابل واحد من الميتين بيطلب مساعدته وبيوافق الميت ده انه هو يساعده ولكنه بيكون عنده شرط واحد بس وهو انه يعلق صورته لما يرجع مرة تانية لعالم الاحياء وده علشان يقدر انه هو يعدي من على الجس وبيوافق ميجل على شرطه وبنعرف ان اسمه يبقى هكتور بنعرف من هكتور ده بقى ان ارنستا بيعمل حفلة كل سنة في احتفال عيد الموتة لما بيسألوا ميجل عن تذاكر الحفلة دي بيقوله انه للاسف مش مع تذاكر ولكنهم ممكن يروحوا للمكان اللي بيتدرب في ارنستا نفسه ويقابله كمان هناك بيوصل ميجل للمكان وهناك بيتعرف على فريدة واللي بتقوله ان ارنستا بيظهر في اخر العرض وانه ما بقاش يعمل بروفات قبل الحفلة خلاص وانه مشغول بحفلة في البرج الخاص بي دلوقتي بيتكلم معاه باي افراد الفرقة وبيقولوله انه علشان يقدر يقابل جده لازم يدخل مسابقة العزف بتاعته ويفوز بيها ولان ميجل ما بيكونش مع جتار اصلا فبيقرر هكتور انه هو يساعده وبياخده لواحد من قريبه علشان ياخده الجتار بتاعه وبيوافق فعلا قريب هكتور انه هو ياخده الجتار ولكن بشرط انهم ما يعزفوا له الاول بالجتار وبيوافق هكتور وفعلا بيعزف لقريبه اللي بيختفي بعدها بيستغرب ميجل طبعا من اللي حصل ده وبيسأل هكتور عن السبب اللي خل قريبه يختفي فبيقول هكتور ان ده بيكون مصير اي حد يموت ومحدش يفتكره او حتى يعلق صورته من عالم الاحياء وساعتها بيموت الشخص الموت الاخير وبيختفي تماما بياخده بعدها الجتار وبيروحوا للمكان اللي فيه المسابقة وبيطلع ميجل على المسرح وبيعزف موسيقى وبيغني وبيعجب بيه كل الموجودين في القاعة ولكن فجأة بيظهر اهل ميجل في الحفلة فبيعرب ميجل من المكان بسرعة ولكن جدته ايميل ده بتجري وراه وبتقوله انها بتحب الموسيقى جدا وانها كانت بتحب جده قبل ما يخلفه كوكو بنتهم وان المفروض يتنازل عن حبه للموسيقى علشان عيلته ولكن ميجل بيرفض كلام جدته وبيقولها ان العيلة لازم تكون اول حد بيدعمه في موهبته اللي بيحبها دي وبيسيبها وبيمشي بيرجع ميجل مرة تانية لما كان الحفلة وهناك بيفضل يغني بصوت عالي جدا وبينباهر به كل الموجودين ساعتها بيظهر ارنيستا وبيسأله اذا كان هو الشخص اللي جه من ارض الاحياء وهنا بيستغرب ميجل ان ارنيستا اصلا يعرفه فبيقوله ارنيستا ان كل الموجودين في عالم الاموات بيتكلموا عنه بيحكي له ميجل عن اللي حصله من البداية وهنا بيفرح ارنيستا جدا بحفيده وبيفضل يكلمه عن الموسيقى وانه لازم يحقق حلمه ويكمل في طريقه للنجاح وان النجاح ده لازم يوصله مهما قابل من صعوبات وان ده السبب اللي خلاه يسيب عيلته من سنين طويلة بيعزمه ارنيستا بعدها ان هو يكون ضيف شرف في حفلة الموتة واللي هتكون هي الحفلة اللي جاية ولكن ميجل بيعتذر له وده لانه لازم يرجع مرة تانية لعالم الاحياء بيوفق ارنيستا فعلا وبيقرر انه هو يدي له مباركته لكن فجأة بيدخل عليهم هكتر وبنعرف ان هكتر كان اصلا صديق لأرنيستا وهو اللي كان بيكتبله الاغاني كمان مش بس اي اغاني ده الاغاني اللي نجحته وبقى شخص مشهور بسببها ولكن ارنيستا غدر به وحطله سم في الكاس بتاعه وقتله لما قرر هيكتر ان هو يسيبه ويرجع لقريته وما يكملش يعني شغل معاه بنتفاجئ لما بلايه ان ارنيستا بيعمر الحراس بتوعه ان هم ياخدوا هيكتر وميجل ويطلعوهم برا بيكمل بعدها هيكتر الحكاية لميجل وبيقوله ان هو كان عاوز يرجع بلده وبيعتزل لبنته كوكو والامراته وساعتها بيفهم ميجل ان هيكتر يبقى جده الحقيقي وان ارنيستا هو اللي سرع الجتار بتاعه وكمان اغانين اللي كتبها بتوصل جدته ايميلدا للمكان واناك بيحكي لها ميجل على القصة كلها وان هيكتر ما تخلاش عن العيلة زي ما هم كانوا فاكرين وانه هو كان عاوز يرجع لهم علشان يعتزل لهم انه سابهم ومشي بيقرر كل الاموات من عائلة ميجل ان هم يروحوا الارنيستا وياخدوا منه الصورة قبل ما هيكتر يتعرض للموت الاخير وانه كده هيختفي للابد لان محدش من علم الاحياء معلق صورته بتروح ايميلدا للمكان اللي فيها ارنيستا علشان تاخدوا الصورة وفعلا بتنجح انها تاخدها ولكنها فجأة بتلاقي نفسها على المسرح وبيعزف معها هيكتر وبيشجع ميجل جدته انها تغني بياخد بعدها ميجل الصورة من جدته وبتديله جدته مباركتها وبتطلب منه ان هو ما ينساش ابدا حب عائلته لي ولكن فجأة بيوصل ارنيستا وبياخد ميجل قبل ما يرجع بالصورة وده علشان محدش يفتكر هيكتر مرة تانية ولكن بيسمع الجمهور كله كلام ارنيستا وهو بيعترف ان هو اللي سرق اغاني هيكتر وموته بيرجع بعدها ميجل لعالم الاحياء وبيجري على جدته كوكو وبيغنيلها الاغنية اللي كان بيغنيها هيكتر لها زمان ساعتها بتبدأ تفتكر ذكرياتها مع والدها هيكتر وبتفضل تغني مع ميجل وبتطلع ماما كوكو الجزء اللي ناقص من الصورة وبيكون هو هيكتر وساعتها بيعلى ميجل الصورة على الحيطة وكمان بيعلى بعدها صورة ماما كوكو اللي ماتت بعدها بيقدر هيكتر ان هو يعدي الجزر ويوصل لمراته ايميل ده اللي كانت معتقدة انه تخلى عنهم خلاص وما كانتش تعرف هي الحقيقة وكمان بيشوف بنته كوكو وبنشوف بيت عائلة هيكتر بيتحول لمتحف وبيجي الناس من كل مكان في العالم علشان يزوروه وبيقدر بعدها ميجل ان هو يحقق حلمه وبيكون اشهر عازف جيتار ومغني في المدينة كلها وبس كده لحد هنا بينتهي الفيلم والحلقة بتاعتنا نتمنى الاتنين يكونوا عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم من هنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام من 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 من